في العديد من النزاعات القائمة يلوح بعض المسؤولين بالزر النووي كأحد الأسلحة الفتاكة والحاسمة في لغات الحروب غير أن الاستخدام النووي غير السلمي ليس بهذه السهولة فهو مقنن بمعاهدة عالمية للحد من انتشار الأسلحة النووية هي معاهدة دولية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز التعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تهدف بشكل أبعد إلى نزع الأسلحة النووية تم التفاوض على المعاهدة بين عامي 1965 و 1968 من قبل لجنة مؤلفة من 18 دولة برعاية من الأمم المتحدة في مدينة جينيفا السويسرية دخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 1970 لاتفق أعضاء المعاهدة على تمديدها إلى ما لا نهاية ضمن مؤتمر المراجعة في نيويورك شهر مايو من عام 1995 غير أن المعاهدة تراجع كل خمس سنوات ضمن اجتماعات باسم مؤتمرات المراجعة لعضاء معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وذلك من أجل تبني عدة معايير إضافية لتقوية المعاهدة وتوسيع نظام الحد من الأسلحة النووية وجعل حصول الدول على الإمكانيات لتطوير الأسلحة النووية أصعب تقوم المعاهدة على ثلاثة ركائز رئيسية وهي الاتزامات بعدم الانتشار النووي نزع السلاح النووية الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية ويجادل بعض المنتقدين بأن المعاهدة لا تستطيع وقف منع انتشار الأسلحة النووية أو الحافز لامتلاكها ويعبرون عن خيبة الأمل نحو التقدم المحدود من نزع ترسانة الأسلحة النووية حيث أن الدول الخمس النووية المعترف بها لا تزال تمتلك الكثير من مخزوناتها ترجمة نانسي قنقر